مرحبا بكم في اليوم اليوم ارجعت لكم بوصفة جديدة وبحوي جاء ملحة كما تشوفوا دي فارسي بدي فارس واحدة بالاسكالوب وشامبينيون وصص باشاميل وثانية دي كروفيت والشامبينيون وصص باشاميل كما العادة نمشيو للمقادير وطريقة الطبخ امتاحه هوني حبيت نواري لكم الفارس من داخل كيفيش هذي كما تشوفوا بالكروفيت والشامبينيون قد ما نحكي لكم على البننا وشوي يسر 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 بينينا لدي فارس تايا لوحدة تخيروها على الثانية ونبدأوا على بركة ليهو هوني المقادير اللي عندي للفولوفان اللي فولوفان كما تشوفوا شريتهم حاضرين جابوهم في بني كما تعرفوا تاوا البريودة هذي متاع الريفيون متاع النويل موجودين يستعملوهم بكثرة بي لفارسي بش نستعمل قوت لكم عندي الجيج وعندي كروفيت شامبينيون عندي بصلة هوني متوسطة فرمتها حكيتها 4 سنينة ثوم بالنسبة للفاح هذي لفاح بش نستعملو للجيج كيفو بش نستعملو للكروفيت اما بش ناحية جسد الوستاني هذيك اللي هو في فاح الجيج عنا ملح عنا لزرب دي بروفنس عنا سكن جبير يمشي بالبيهي مع الجيج ومع الحوت عندي كورياند شايحة وعندي فلفل اكحل اختيت تقلية حتيت فيها الزيت حتيتو على نار هيتيا ويسخن وتوى حتيت النص متاع البصل اللي فرمتو كي ما قلت لكم بس لا فرمتها ونخليوم يتقليو شوية بعد ما تقلى البصل متاعنا بش نحط الجيج ونزيد نخليوه يتقلى معه ومن بعد نزيدو الثوم النص متاع الثوم نتعفو الجيج والحوت رو يحبو الثوم ينكه الثوم بالبيهي في الجيج ومن بعد نزيد اللفحات متاعي اللي باش نحطهم نكملو نحطوهم ونخليوهم يتيبو على نار هيتيا لينيتيب الجيج متاعنا نزيدو النص الشامبينيون الشامبينيون هو مش بالضروري لازم تستعملو هذي الفغي نجمو تستعملو متاع الحكا يعني ما كي ما ديما نقولكم ما تربطوش رويحكم كي ما انا الفارسلو لانية متاعنا حضرت سيت عليها شوية اما مش مشكلة ديجا ريحتها ما شاء الله فوحة توا بش نمشيو انتايبو انتاع الكريفات ناخذوا قلية اخرى نحطو فيها الزيت ولبصل نفس الطريقة اللي عملنيها في المعادة الجيج باش نعملوها توا مع الكريفات نقليو البصل لامتانا ومن بعد نزيدو عليه الكريفات وكل عادة باش نحطو الثوم ولفحات كي ما قد لكم باش نحط ملح بشترطة الاحوط اللي زاغ لفرنس ومشيو أيضا حذر اللي زرطة الجيج من ستحضرت مياه والزرطة كي ما قد لكم بادة حاصلة حينما افضرت العجال لهم الكريفات ينبح معه بالصاني سيحب الثوم بيادة اضطيق التفاصيل وضع المزينة مع اللفحات هادوما ونضع الشمبينين ونجعلهم يطيبون كيف كيف على نار هادية نأتي الاساس بشمال عندي هوني 50 جرام زبدة حضطيقها الضوب ونضع عليها 50 جرام فالينا وباش نخلط الكل مع بعض وكيما هيكية نقعدو نطيبوها حكيت طقيقتين ومن بعد نزيدو عليها باش نزيد عليها 500 مليلتر أحليب باش نبدأ نصب بشوية ونحرك ونصب بشوية ما نصبوش الكل باش مبعديكا ما تكعبر لناش إلا صبيت الحليب الكل باش عملي متاعي تتكعبر يعني الفارينة تتكعبر وحب لي باش نتتحل بدو بخيفرانس هاو كان نعملوها بسيسة كيب شوية نخدموها دجا سباق لي انو اشتركت معاكم الواصفة هذية دجا في الكريب غولي بالباشاميل والطن انتا عدمي لدي اتون زيدنا هبتلكم زيدا الواصفة هذية في صندوق الواصف وطوة تطلع لكم زيدا في الفيديو الباشاميل متاعي ابتت تعقاد بالبيهي وطوة باش نكاها بالملح بينسوغ مكثروش الملح ما ننسيوش راهو الفخماج باش نحطوه في الباشاميل ملح وزيد الفاخس متاعنا مالحة ماعني نحاولو مكثروش انا هوني وزيدت حتيت الفخماج هذية التالياني كي ما تعرفوه برمجانو انتو متنجمو تحطو لا عادي غريير وإلا تحطو لفاش كي غي ولا كي غي اللي موجود عندكم في الفرجيتير رحطوه استوسمتها حضرت باش نخدمو بيها باش نقسمها على ثنين باش نحط اشترب مع الجيج والشامبينيون واشتر الاخر باش نحطو مع الكروفات هوني الاشتر متاع الشامبينيون كي ما تشوفو هو الجيج ثبيت عليهم النص الكمية نخلطو كل شاي ما بعضو مليح مليح باش يدخل الباشاميل في الجيج وزيد السايب هيك اللقون متاع اللاسوس تدخل في الباشاميل نجي وتوى للنص الثاني هوني عندي قشور الكروفات انا منتاعشوا مش هذي خيطها من عند احماتي اهربي يبارك في عمرها ويعطيها صحة وطول طلع مرة ان شاء الله الكروفات تخسلهم وتحطهم في الفور يتيبوا ومبعد ترحيهم وتحطهم في الكنجيلاتور ووقت اللي كتجي طيبة كيفا ما حاجات تبدأ كيب الحود بديدة ناسا بيهم قديش مش نحكيلكم على البنة صدقوني بنة غير عادية جربوها ورحمولي على والدية ووالدين حماتي وتعيولها بشفاء ان شاء الله يا ربي توا باش نعبي الكعيبات الفولوفون بتاعي ما نعبيش لمغرفة برشا باش تدخل الفاخس مليح في الكعبات وما تقعدلناش من داخل فارغة نكمل نعبي الفاخس الثانية امتاع جيج والشامبينيون هنا الكعيبات مانيش باش ندخلهم للفور على خطر دجا كل شاي طيب ومانيش باش نحط عليهم فرماج من فوق جوست باش نزيينها بايزينة باش تحبو تزيينو بيها وهذه ما كعيبات اللي فولوفون اللي حذرتهم دو فاخس عملت معهم اسلايتا كي ما قاعدين تشوفو حاجة خفيفة وبنينة برشا واذا يخطوه نلقاوه هاكية في مناسبات ولا هاكية نهار تحبو تعملوا عشي خفيفة وإلا ان شاء الله في رس العام وفي اي مناسبة حاجة خفيفة وبنينة وسهلة وبالحاق متع ربي اينا شخط عليهم زوزلي دو فاخس يسر يسر بنين كي ما قدت لكم اللول عجبوني برشا وانتمنىكم سيدا انتو ما تجاربوهم توما بقاليكم شكالكم سليمة وفي امين اللي ونتلقى ان شاء الله في فيديو جديدة اشتركوا في القناة